السلام عليكم ورحمة الله يسعد أوقاتكم يا أحباب أهلا بكم أحمد صالح وباللقاء جديد في صناعة محتوى الإنفوغراف في برنامج مايكروسوفت بواربوينت وبناء على التصويت يلي قدمنا على المنتدى الخاص في قناة عالمكم واحترامي لرغبتكم بتقديم الشروحات لواجهة بواربوينت في اللغة العربية فرح نقدم لكم هذه الشروحات بواجهة بواربوينت باللغة العربية باللقاء اليوم كيف نصمم أربعة خيارات إنفوغراف بأبسط وأسرع الطرق في برنامج مايكروسوفت بواربوينت رح نبدأ في العمل مباشرة يا أحباب بعد ما قمنا تشغيل برنامج مايكروسوفت بواربوينت رح أنقر باليمين ومن تخطيط رح نختار شريحة فارغة أرجع أنقر باليمين ضمن الشريحة ونتوجه إلى تنسيق الخلفية لحتى نقوم بتزيين الخلفية أنا رح اختار بعض الخامات اللونية اللي أنا بالعرض باستخدمها أيضا رح يكون هذا الملف موجود بوصف الفيديو جاهز للتحميل بمكنكم تستفادوا أيضا من هذه الملفات فرح نختار تعبئة الصورة وأنقر على إدراج ومن ملف رح نحدد الصورة وأرجع لكم مباشرة بعد ما قمنا الآن باختيار أي تكسجر أو ملمس أو أي خامة بالخلفية أي أرضية باكجراوند رح نبدأ بالرسم على شكل التالي منتوجه إلى قائمة عرض ومنفعل خطوط الإرشاد لتساعدني في ضبط موضع لسمتي بالضبط منتوجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال منختار المستطيل يلي زوايا القطرية بتكون معي مستديرة وأنقر مع مفتاح الشيف طبعا أنقر مع السحب عشان أرسم هذا الشكل ويكون عندي الطول والعرض متناسبين طبعا هذه المقابض موجودة أو هذا المقبض موجود مشان نعمل الزوايا والالتفافات بالطريقة يلي بتناسبنا وليكن معي مثلا بهذا الشكل خلني أختار يكون عندي شكل أول بهذا الموضع أضغط كنترول زائد ديم وبطبق الشكلين فوق بعضهم البعض وبنتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل ومنعمل استدارة بإنعكاس عمودي أضغط مفتاح الشيفط وبنكر مع السحب لتحديده أو لتحريك الشكل إلى الجهة المقابلة بحدد الشكلين مع بعضهم البعض وبضغط على كنترول زائد ديم تكرار وبطبق الأشكال فوق بعض البعض وبنلجأ إلى استدارة نختار إنعكاس أفقه أضغط مفتاح الشيفط ونحرك للأسفل عشان يكونوا معنا بهذا الشكل بالضبط يا أصدقاء نتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال حيث نختار الشكل البيضاوي أضغط مفتاح الشيفط وبنكر مع السعب عشان أرسم دائرة تكون معاي بهذه المساحة بالضبط طبعا بإمكاني من خلال تنسيق الشكل ومن المحاذا نختار محاذا إلى الوسط ومحاذا إلى المنتصف مشان تكون معاي بمنتصف الأشكال أقوم بتحديد كل هذه الأشكال ومنتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال رح نختار التجزية التقاطع الموجود عندي بهذا المكان هذا التقاطع بقوم الآن بإزالته برجع بحدد كود الأشكال ومنتوجه إلى تنسيق الشكل وعندي من خيارات التلوين عندي الإطار بختار لأله بدون إطار رح نحدد هذه الأجزاء هذه الأجزاء الخارجية بتكون مساحتها أكبر وخلني أختار لون أبيض لألة نتوجه إلى قائمة تصميم ومنختار أحد النماذج اللونية أو العوائل اللونية اللي بتكون عنديها جاهزة وليكن عندي مثلا هذه العائلة نبدأ الآن بتغيير الألوان للأشكال اللي نحن شايفينها باجي بختار اللون الأول هذا اللون الأول وعندي هون باجي بختار اللون التاني وعندي هون بختار اللون التالت من نفس العائلة وأخيرا عندي اللون الرابع فيني أختار وليكن عندي مثلا هذا اللون جميل جدا منتوجه الى قائمة الادراج. ومنختار شكل او بتختار مربع نص نفس الشيء. بكتب عندي الرقم واحد. واللي يكون على سبيل المسال. بتوجه الى الشيط الرئيسي ومنزغر حجم الخط. ومنشيل الظل بيكون عنه طبعا هو افتراضي. ازا حبيت تعمل بولد. وتغير اللون الى اللون الابيض. بنرقم عندي تعداد رقم واحد. كنترول زائد ديم. وبنسحب عندي هون بجي بكتب الرقم اتنين. وبختار ايضا كنترول زائد ديم. وعندي هون التعداد رقم تلاتة. وايضا كنترول زائد ديم. واخيرا التعداد رقم اربعة. بنتوجه الى ادراج وبنختار احد اشكال عشان نبدأ بكتابة النصوص. واللي كن في عندي عنوان. راح نسميه تيكست. وبنرجع الى الشيط الرئيسي. ونلغي عنه الظل. بنزغر حجم الخط بما يتناسب. وبنختار احد انواع الخطوط يلي بنلغى باستخدامه. نتوجه الى اداة اختيار اللون وبختار قطارة الالوان. وبحدد على اللون المستخدم بهذا المكان. طبعا راح نزغر شوي عشان يكون في معنى مراح ومتاح للفقرة. بختار كنترول زائد ديم. بنختار عنوان الفقرة التانية بهذا المكان. وايضا نتوجه الى اختيار اللون ونستخدم قطارة الالوان لتحديد اللون التاني. وبنختار كنترول زائد ديم. ومسحبه الى المكان المقابل. وبنفس المبدأ بتوجه الى قطارة الالوان. اما باعتمد الالوان من هذا المكان. او بتختار القطارة لتحديد اللون بطريقة اسرع. ما عندك مشل بالموضوع. كل الطرق متاحة لألك. وهذا العنوان الاخير راح يكون عندي اياه ايضا بهذا المكان. كمان لنفس المبدأ بجي باختار قطارة الالوان ومنحدد اللون المتبقي. بتوجه الى قائمة ادراج. ونختار مربع نص. بنقر مع السحب وبكتب المعادلة الشهيرا. ليعني استدراج نص من ذاكرة البرنامج تساوي رند وبفتح وبسك القوس ونعطي مفتاح الفقرات الزائدة. راح نقوم بازالتها. وليكن معي مثلا هذا الشكل. وهذا عبارة فقط عن مسال فقط لغير اي نصوص اني استخدم اختار زائد ومنكرر النص وكنترول زائد ديم. نسحب النص لهون. وايضا بضغط وبنكر مع السحب عشان اخذ النص الى ما تبقى. نتوجه الى قائمة ادراج ومنجلب بعض الايقونات ممكن تساعدنا بالرسوم التوضيحية بشكل جميل. وشكل انيك اكتر. ممكن استخدم على سبيل المسال. عندي هذا الرسم واحد وعندي اتنين. اي شيء ممكن يكون معبر اكتر. اتنين. عندي مثلا تلاتة. وبنختار مثلا اربعة. او بنختار هاي الايقونة جميلة. وبنكر على ادراج. اضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع التحريك للداخل عشان اصغر ايش من مساحة الايقونات. نبدأ بترتيب الايقونات الاولى عندي اياه هذا المكان. والتاني. والتالتي. واخيرا الرابعة بهذا الشكل. نفس المبدأ بتوجه الى تنسيق الرسومات وفي عندي امكانيين يغير اللون. قطرت الالوان او بستخدم العوائل نفسها. ما عندك مش لب الموضوع. لون الايقونة الاولى. وعندي ايضا لون الايقونة التاني. ولون الايقونة التالتي. ولون الايقونة الاخيرة. بس يلي انتهيت ببدأ بتحديد الكل وبختار كنترول زائد جي وبعمل جروب كامل وبتوجه الى تأثيرات ممكن نعمل آآ ظل لرسمتنا بالعموم تعطي طابع جميل جدا. نزيد ضبابية شوي. وليكن معانا مثلا بهذا الشكل. بس يلي انتهينا نتوجه الى قامة الادراج ومن ورد ارت بنختار احد الاشكال. وابدأ بكتابة العنوان. وليكن عندي على سبيل المسال تصميم انفو جرافيك. اربعة خيارات بطريقة احترافية. بحدد مربع النص كامل. وبنبدأ بتنسيق النص بما يتناسب. نختار احد انواع الخطوط وبختار اللون لالخط. وازا حبيت تتوجه الى خيارات النص. ومن تأثيرات بنختار ايضا ظل للاحرف. في الموضوع ايضا يعطي شيء من الجمالية والظل. بيساعدك على العزل مع الخلفية. بالخصص كان في عندك الوان متباينة للخلفية. بس اللي انتهينا. راح نبدأ بتشغيل شريحتنا. لحتى نحصل على هذا المزيد الجميل. بطريقة جدا بسيطة. نقدم فيها افكارنا وشروحاتنا بشكل رائع لمستهدفين بالعموم وجمهورنا بالعموم. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللاق فيكم. اترككم برعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة